بسم الله الرحمن الرحيم فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون أولئك القربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزون متكين عليها متقابلين يطوف عليه الولانهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يستعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كامثال اللقل إن مكمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيله سلاما وسلاما وأصحاب الميمن ما أصحاب الميمن في سدر المخضود وترحب المنزود وظلم ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعا إن النار وشأ لهم إن إن شاء فجعلهم أبكرا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الآخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا طرابا وعصاما أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لمجهون إلى عميقات يوم مع الدوم ثم إنكم أيها الغادرون المكذبون لآكلون من شجر من يزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم فلا نزلهم يوم الدين ناحا خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن فترنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم واناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتكم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء نجعلناه حطابا فغلكم تفكهون إننا لمغربون بل حم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أبنح المنزلون لو نشاء جعلناه جايا فلولا تشترون فرأيتم النار التي تطرون أآتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنقوين فسفح بسر ربك عظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أصحاب اليمين فنزل من حبيبه وتصرية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيم الوزن بالقصد ولا تخصر الميزان والأرض وزعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربك مات كذبان خلق الإنسان من يصرصال لك الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربك مات كذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك مات كذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربك مات كذبان يخرج منهما المؤلؤما والرجال فبأي آلاء ربك مات كذبان وله الجبار ينشأت في البحر كالأعنا فبأي آلاء ربك مات كذبان كل من عليها فالي ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك مات كذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربك مات كذبان سنخرج لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربك مات كذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك مات كذبان يرسلوا عليكم أشواج من نار ونحاصلها فلا تنتصران فبأي آلاء ربك مات كذبان فإذا رشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربك مات كذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس وناجان فبأي آلاء ربك مات كذبان يورف المجرمون بسيماهم فيخض من نواصر الأقدام فبأي آلاء ربك مات كذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربك مات كذبان ولمن خاط مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربك مات كذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربك مات كذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربك مات كذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربك مات كذبان متكين على فرش بطاء رواب مستبرق وجل الجل نتين دان فبأي آلاء ربك مات كذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطلثه النئوس قبلهم ولا جهجان فبأي آلاء ربك مات كذبان كأنهم الريعقوت والمرجان فبأي آلاء ربك مات كذبان فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربك مات كذبان ومن نونه بجنتان فبأي آلاء ربك مات كذبان مدهامتان فبأي آلاء ربك مات كذبان فيهما عينان مزوا خطان فبأي آلاء ربك مات كذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربك مات كذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربك مات كذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربك مات كذبان لم يطمثون الناس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك مات كذبان متكئين على خرف الحذر وبقر الحسان فبأي آلاء ربك مات كذبان فبأي آلاء ربك مات كذبان فبأي آلاء ربك مات كذبان إذا وقعت الراقعة ليس لوقعتها كاذبة خافلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الحبال بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك قربون في جنات النعيم ثلاث من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوفوا عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولحن طيرهم مما يشتهون وحور العين كأمثال اللقل إن مقهون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيلا سلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وترحيم مدرزود وظلم ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقتوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن الله شأشاههم إن إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا طرابا وعصاما أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لحجعون إلى عميقات يوم مع العدوم ثم إنكم أيها الصادرون نكذبون لآكلون من شجر منه الزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيم فلا نزلهم يوم الدين ناحا خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن فترنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبتل أمثالكم وناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم من نشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزاديون لو نشاء لجعلناه حطاما فغلقم تفكهون إننا لمغرمون بل نحن حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشترون فرأيتم النار التي تؤون أأنتم أن شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع المقوين فسفح بسي ربك عظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكهون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأم ما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأم ما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأم ما إن كان من المكذبين وطالين فنزل من حبيبه وتصرية جحيم إن هذا سبيك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجع يسددان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تتغوف الميزان وأطيب الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وزعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من يصر صال نقل فخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقرج منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجبار منشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فالي ويبقى وجوه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ماشا والجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقرار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا يرسلوا عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومين لا يسأل عن ذنبه إنس ونعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصل والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جنم التي من يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش من بطاء الله ومن خاف مكتب وجل الجنتين ندان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاسرات الطرف لم يطلثون نيبوس قبلهم وناججان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن فأم العقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومنونه بجنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا نفاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلطوا النيس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرف الحزر وبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الحبال بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم ثلاثة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يرزقون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كأمثال اللقرء المكهون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأخيبا إلا قيلا سلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وترحب مدرزود وظلم ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إن النار وشأشاهم إن إن شاء فاجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الآخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحفل العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا ترابوا وعظاما أئلينا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لوجهون إلى عبقات يوم مع العدوم ثم إنكم أيها قادرون المكذبون لآكلون من شجر من يزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدن أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمتالكم واناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم من مشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزاديون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلقم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشترون فرأيتم النار التي ترون أأنتم أن شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتاع المقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا لا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المتخرون فوزين من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحرقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجدنة العين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حبيب وتصنية جهيم إن هذا له حق يقين فسبه بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفعا ووضع الميزان لا تطغو في الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحفظ العصي والريحان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان خلق الجانب من معرج من النار فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يخرج منهما الوؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ولو الجبار المنشآت في البحر كالأعنا فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان كل من عليها فان ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يسألكما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يرسلوا عليكم أشواء ظن من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يغرف المجرمون بسماهم فيخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يغرفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ولمن خاف مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان متكين على فرش من بطاء ومن مستبرق وجل جل نتين دان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان 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 ومن نونهما جنتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان 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 متكئين على فرف الحذر وبقر الحسان فبأي آناء ربكما تتذبان فبارك اسم ربك ذي الجنال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس من وقعتها كاذبة خافلة طافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الحبال بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك اقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكئين عليها متقابلين يطوفوا عليهم وإلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا حطيرهم مما يستهون وحور العين كامثال اللقل المقهون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيرهم إلا قيلهم سلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدرهم مخضود وتكحرهم مخضود وظنهم ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن النار شأهاهم إن شاء فاجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وسلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظهرهم يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا ينشرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أين عبتنا وكنا ترابوا وعصاما أين لنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لحجمون إلى ميقات يوم معدلون ثم إنكم أيها الزادرون المكذبون لآكلون من شجر منه الزقون فمالئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن فترنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبثل أمثالكم واناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء لجعلناه حطاما فغلقم تفكهون إن إنا لمغربون بلح المحرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جايا فلولا تشترون فرأيتم النار التي ترون أآتم تنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرتهم ومتاع المقوين فسفح بسر ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتكم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليهم منكم ولكن كنتم تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين فربكما تكذبان ولو الجبار المنشأات في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فاليه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تتنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواء ظن من نار ونحاصر فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السماء فكانت وردتا كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماهم فيخذ من نواصر الأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جهنمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش البطاء ومن مستبرق وجلت جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطلسوا النعمة قبلهم ولا جهجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم اليعقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن نونه بجنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينانا وخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثوا النيس قبلهم ولا جهان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرف الحذر وبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا وقعت الراقعة ليس لوقعتها كاذبة خافلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الحبال بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم ثلاثة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم وإلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يستعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كأمثال اللقل المطمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيلة سلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وترحيم مقردود وظلم ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن النار شألهم إن إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا ترابوا وعصاما أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لحجبون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الصادرون المكذبون لآكلون من شجر منه الزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبتل أمثالكم وناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزاديون لو نشاء لجعلناه حطاما فغلقم تفكهون إننا لمغرمون بل حم حوامون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جالا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تؤون أأنتم تنشأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع المقوين فسفح بسر ربك عظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكمون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين وطالين فنزل من حبيبه وتصرية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجع يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيم الوزن بالقصد ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من يصر صال لقى الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقرد منهما الوؤلؤما والرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجبار ينشأت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فاليه ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألكما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشوار من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردتا كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسلطان فيخذ بالنواصل والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطاء الله من مستبرق وجن الجنتين لدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن نونه بجنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان وخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلسوا النيس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على وفرف الحزر وبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجنال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس لي وقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الحبال بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات المعين سلتهم من الأولين وقديرهم من الآخرين على سورهم موزونة متكئين عليها متقابلين يطوفوا عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يروزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولحم طيرهم مما يشتهون وحور العين كأمثال اللقر إن مكون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب الميمن ما أصحاب الميمن في سدر المخضود وترحب المنزود وظلم ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن النار وشأشاهن إن شاء فاجعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الآخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحمل لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا ينشرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا ترابوا وعصاما أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لو جمعون إلى عميقات يوم معدلون ثم إنكم أيها الصادرون المكذبون لآكلون من شجر من مزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ماتون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبتل أمثالكم والناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتكم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلقم تفكهون إننا لمغربون بل حم حهمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أبنح المنزلون لو نشاء جعلناه جايا فلولا تشترونا فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأت شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتاعا للنقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من المكون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزلهم من حبيبهم وتصنية جحيم إن هذا له حق يقين فسبه بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجع يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأطيب الوزن بالقصد ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من يصر صال لك الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجع البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقرد منهما المؤلؤما والرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجبار المنشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فال ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألكما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرسَلُ يُرسَلُ عَلَيْكُمَ عَلَيْكُمَ أَلَيْكُمَ أَلَيْكُمَ أَلَيْكُمْ وَكَذِبَان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أَفْلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطاء رواب مستبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاسرة الطرف لم يطلثوا الناس قبلهم ولا جدان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم اليعقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلثوا الناس قبلهم ولا جدان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبارك اسم ربك ذي الجنال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس لي وقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الحبال بسا فكانت هباء منمثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك اقربون في جنات النعيم ثلاثا من الأولين وقليل من الآخرين على سورهم موزونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يستطعون عنها ولا يرزفون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كأمثال اللقر وإلا كون جزاءا بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وترحل مدرزود وظلم ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إن النار وشأ لهم إن إن شاء فجعلهم أبكارا وعربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الآخين وأصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحفل العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابوا عظاما أئلنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لهجمون إلى عميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الزادرون المكذبون لآكلون من شجر من مزقون فمارئون من البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبثل أمتالكم وانشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتكم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء لجعلناه حطاما فغلكم تفكهون إنا لمغربون بل حم حرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جايا فلولا تشترون أفرأيتم النار التي تدون أأنتم تنشأت شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا لا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المتخرون تازيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن كاتب صرون فلولا إذا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة العين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين من أصحاب اليمين فنزل من حبيب وتصنية جهيم إن هذا له حق يقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيم الوزن بالقصد ولا تخصر الميزان والأرض وزعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحفظ العصد والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من يصرصال لك الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقود منهما المؤلؤما والرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبار ينشأت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها خاله ويبقى وجه ربكما الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ماشا والإنس استطعتم أن تتنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكم أشواء ظن النار ونحاصلها فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا رشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا المجرمون بسيماهم فيخذوا النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جهنمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنه من العقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن نونه بجنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان وخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مغصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلثون إلا سدق قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان متكئين على فرف الحذر وبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس لوقعتها كاذبة خافلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الحبان بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم ثلث من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم إلا نظم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يرزعون وفاكهتهم مما يتفيرون ولحم طيرهم مما يشتهون وحور العين كأمثال اللقر إن مكهون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر المخضود وترحف المدرزود وظلم ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوات ولا مموات وفرش مرفوع إن الله شأشاهم إن إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك القرفين وكانوا ينصرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا ترابوا عظاما أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لمجمعون إلى عميقات يوم مع العدوم ثم إنكم أيها الغادرون المكذبون لآكلون من شجر من المزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدن أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمتالكم والناشئكم فيما لا تعلمون ولقد تعلمتكم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلقم تفكهون إنا لمغربون بل حم حهمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أبنح المنزلون لو نشاء أجعلناه جايا فلولا تشترون فرأيتم النار التي ترون أآتم تنشأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المتخرون توزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تكذرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين وطالين فنزل من حبيب وتصنية جهيم إن هذا له حق يقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفعا ووضع الميزان لا تتغوف الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحفظ العص والريحان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يخرج منهما الوؤلؤما والرجال فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ولو الجبار من شآتوا في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان كل من عليها فان ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يسألكما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تنفضوا من أقرار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يرسلوا يرسلوا عليكم أشواء ظن من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يُعرف المجرمون بسماهم فيخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ولمن خاف مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان متكين متكين على فرش من بطاء ومستبرق وجل جل جنتين لدان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما فيهما قاسرات الطرف لم يطلثوا النين وصل قبلهم ولا ججان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان كأنهما من يعقوت والمرجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ومن ودونهما جنتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما عين آلما وخطان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان لم يطمثوا الليل وصدق قبله وناجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان متكئين على أغفر في الحذرين وبقر الحسان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فبأي آلاء فبأي آلاء ربك ذي الجنال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا وَقَعْتِ الْقَاقِعَةُ وَقَعْتِهَا كَالِبَةَ خاصلة طافعة إِذَا رُجَّتِ الْأَرُضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَانُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُمَّثًا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ اتْقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَدِيرٌ مِنَ الْآخِرِينَ على سورٍ موزونة متكين عليها متقابلين يَطُوفُ عَلَيْهِ الْمِلَّانُ وَمْخَلَّدُونَ بِأَكْوَابِهِ وَأَبَارِيقَ وَكَأَسِسٍ مِّنْ مَعِينَ لا يُصَتْعُونَ عَلْهَا وَلَا يُذْوَزِقُونَ وَفَاكِهَةِهِ مِمْ مَا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرِهِ مِمْ مَا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينَ كَأَمْثَالِ اللُؤْلُ إِلْمَ كُهُونِ جَزَاءً بِمَا كَانْتُوا يَعْمَلُونَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَهُ وَلَا تَأْخِيبًا إِلَّا قِيلًا سَلَابًا سَلَابًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَرْحِمَ مَخْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَائِمٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا لَا مَقْطُوَاتٍ وَلَا مَمُّوَاتٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعًا إِنَّا نَشَأْ لَهُمْ إِنْ شَاءً فَجَعَ لَهُمْ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُرَّةٌ مِنَ الْأَوْرِينَ وَثُرَّةٌ مِنَ الْأَخِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَبِيمٍ وَظِرِّكُمٍ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَبِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ اُطْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِرْتِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقَالُونَ أَيْتَ عِبِتْنَا وَكُنَّا تُطْعَبَوا عِصَابًا أَيْلِنَّا لَمَرْعُوثُونَ أَوَآبَاءُ الْأَوَّلُونَ قُلْ إِذِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُجْعُونَ إِلَى عِيقَاتِ يَوْمْ عَلُودُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الغَادُونَ الْنُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ يَزْقُونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُورَ فَشَارِحُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِحُونَ شُرُبَ الْهِيمِ هَلَا نَزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَاحَا خَلَقُنَاتٌ فَلَوْا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَعْتُونَ أَنَّتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنَ خَالِقُونَ نَحْنَ فَتَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَنْ نُبَذِّلْ أَمْتَالَكُمْ وَانْنَّشِئَكُمْ فِي مَا نَاحَلَمُونَ ولقد علمتكم النشأة الأولى فلولا تذكرون أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُزَادِونَ لو نشاء لجعلناه حطابا فغلقم تفكهون إننا لمغرمون بل حم حرمون أفريتهم الماء الذي تشربون أَأَنتُمْ أَغَزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَبْأَحْنُ مُنْزِلُونَ لو نشاء جعلناه جايا فلولا تشكرون فرأيتهم النار التي ترون أَأَأَتُمْ تَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوِينَ فَسَفِّحْ بِسْلِ رَبِّكَ عَظِيمٌ فَلَا أُقْسِيمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَخَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقْرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكُهُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَخَرُونَ تنزيل من رب العالمين أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدِهِنُونَ وَتَجَعَلُونَ رِزْحَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَدَغَتِ الْحُلِقُونَ وَأَنْتُمْ حِنَئِذِنَ تَنَّذُرُونَ وَنَحَنْ حَقَرَوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلْكَا تُبُصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيلِينَ تَرْجِعُونَ هَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَا الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ أَطْوَالِينَ فَنُزُلُهُ مِنْ حَبِيمٍ وَتَصْحِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقٌّ يَقِينَ فَسَبِّهِ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ قَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجع يسددان والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصد ولا تخصر الميزان والأرض وزعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصد والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ يُصَرْصَالِ لِكَ الْفَخَارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مِنْ مَعْرِجٍ مِنْ نَارِ فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مَرَجَ الْبَحَرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَقٌ لَا يَبْغِيَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان يَقُرُجُ مِنْهُمَ الْمُؤْلُؤْمَ وَالْوَرُجَانُ فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلَغُ الْجَبَارِ الْيُنْشَآتُ فِي الْبَحَرِ كَالْأَعْنَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان كل مَنْ عَلَيْهَا فَالِهُمْ وَيَبْغَى وَجْوَرَبِّكَ ذُوَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان يَسْأَلُهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ قُلْ يَوْمٍ وَفِي شَأْنَا فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَا مَعْشَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِنِ إِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُظُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُظُوا لَا تَنْفُظُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ أَشُوَظٌ مِّنْ نَارِ وَنُحَاسُلْهُ فَلَا تَنْفَصِرُونَ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردتك الدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومين لا يُسْأَلُ عَلَذَمْ بِهِ إِنْسٌ وَلَعْجَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِلْمَاهُمْ فَيُخَظُ بِهِ النَّوَاصِيُ وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش مطائرها من مستبرق وجل جل نتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاسرات الطرف لم يطلثون نيمسا قبلهم ولا جهجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن أمر يعقوك والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن نونه بجنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عين آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثوا النيس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على أفرف حذر وبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس لوقعتها كاذبة خافلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الجبان بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك اتقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوفوا عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصطعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتفيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كأمثال اللقل إن مطمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيله سلاما وسلاما وأصحاب الميمن ما أصحاب الميمن في سدر مخضود وترحب مجرود وظلم ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن النار شاءهم إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم منه يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذا عبتنا وكنا طرابا وعظاما أئلنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لمجمعون إلى عميقات يوم معدلون ثم إنكم أيها الغادلون المكذبون لآكلون من شجر منه الزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبتل أمثالكم والناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتكم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلقم تفكهون إنا لمغربون بل حم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أبنح المنزلون لو نشاء أجعلناه جانا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تطورون أآتم تنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن نجعلناها تذكرة ومتاع المقوين فسف بسم ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المتخرون تازل من رب العالمين أفبهذا هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة العين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إذا كان من المكذبين أطوالين فنزل من حبيب وتصرية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصر والويحام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان خلق الإنسان من يصر صال لك الفخار وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربكم تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكم تكذبان يقرد منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكم تكذبان ولو الجبار من شاءت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكم تكذبان كل من عليها فالهم ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكم تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكم تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكم تكذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تتنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم تكذبان يرسل عليكم شواز من نار ونحاصر فلا تنتصران فبأي آلاء ربكم تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكم تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكم تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكم تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون يطوفون بينها وبين حبيب الآن فبأي آلاء ربكم تكذبان ولمن خاف مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربكم تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكم تكذبان فبأي آلاء ربكم تكذبان فيهما من وكل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكم تكذبان متكين على فرش من بطاء رواب مستبرق وجل الجنتين لدان فبأي آلاء ربكم تكذبان فيهن قاسصات الطرف لم يطلثوا النوم قبلهم ولا جهجان فبأي آلاء ربكم تكذبان كأنهم اليعقوت والمرجان فبأي آلاء ربكم تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكم تكذبان ومن ودونه ما جنتان فبأي آلاء ربكم تكذبان مدهام فبأي آلاء فبأي آلاء ربكم تكذبان فيهن عين عين وخطان فبأي آلاء ربكم تكذبان فبأي آلاء ربكم تكذبان فبأي آلاء حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكم تكذبان لم يطلثوا النوم وصدق لهم ولا جهجان فبأي آلاء ربكم تكذبان متكئين على وفرف الحذر وبقر الحسان فبأي آلاء ربكم تكذبان فبأي آلاء فبارك اسم ربك ذي الجنال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم رحيم إذا وقعت الراقعة ليسا وقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الحبال بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك قربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور الموزونة متكين عليها متقابلين يطوفوا عليهم إلا نظلم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يرزقون وفاكهتهم مما يتخيرون ولحن طيرهم مما يشتهون وحور العين كامثال اللقر إن مكون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر المخضود وترحب المخضود وظلم ممدود وبماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن النار شاءهم إن إن شاء فاجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخير وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك وطرفين وكانوا يصرون على الحفلة العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا طرابا وعظاما أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لمجمجعون إلى عميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الصادرون نكذبون لآكلون من شجر من يزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيم فلا نزلهم يوم الدين ناحا خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أهنتم فخلقونه أم نحن الخالقون نحن فترنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم والناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزاديون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلقم تفكهون إننا لمغربون بل حم حهمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أأنتم أغازلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جايا فلولا تشترون فغلقم النار التي ترون أأنتم أن شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جهدناها تذكرتهم ومتاعا للنقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون توزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنت تم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليهم منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حبيب وتصنية جحيم إن هذا له حق يقين فسبح بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تتغوف الميزان وأطيب الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصي والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقرج منهما المؤلؤما الارجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجبار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فارغ ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ما شهر الجن والإنس استطعتم أن تتنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومين لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يورف المجرمون بسماهم فيخضهم النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطاء ومن مستبرق وجل الجنتين لدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن نونه بجنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان وخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثوا الليل وصد قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدتكين على وفرف الحزر وبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليساً وقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الحبال بساة فكانت هباء ممثاً وكنتم أزواجاً ثلاثاً فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم سلطة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوفوا عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يستعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كأمثال اللقل إن مطمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيلاً سلاماً وسلاماً وأصحاب الميمن ما أصحاب الميمن في سدر من مخصود وترحل من مزود وظل من ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوات ولا مقوات وفرش مرفوع إن النار شألهم إن إن شاء فجعلهم أبكاراً عرباً أطراباً لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلهم من يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أين عبتنا وكنا طراباً وعظاماً أين منا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لمجهون إلى ميقات يوم معلون ثم إنكم أيها الزادرون المكذبون لآكلون من شجرهم وزقون فمارئون منها البطور فشارفون عليه من الحميم فشارفون شرب الهيم ألا نزلهم يوم الدين نحن خلقناتم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبتل أمثالكم وانشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء نجعلناه حطابا فغلقم تفكهون إنا لمغرمون بل حم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أبنى حلم المنزلون لو نشاء أجعلناه جانا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تؤون أآتم تنشأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع المقوين فسفح بسر ربك عظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أطوالين فنزل من حبيبه وتصرية جهيم إن هذا له حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم وفيها فاكهة ومن نخل ذات الأتمام ونحف ذو العصي والريحان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان خلق الإنسان خلق الإنسان من يصر صال لك الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقرد منهما المؤلؤما والرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولغ الجبار منشآت في البحر كالأعنا فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فال ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألكما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ماشا يا ماشا والجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا يرسلوا عليكم أشواظ من نار ونحاصلها فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا المجرمون بسماهم فيخضهم النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين متكين على فرش من بطاء وعام مستبرق وجن جنتين لدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فيهما قاسرة الطرف لم يطلث هنين وصل قبلهم وناجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن أم العقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهام متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان وخصان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلتوا الليل صدق فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرف الحزر وبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليسا وقعتها كاذبة خافلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الجبان بسا فكانت هباء من ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موظون متكين عليها متقابلين يطوف عليهم وإلا لهم خلدون بأكواب وأباريق وكأس من المعين لا يصدعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولحم طيرهم مما يشتهون وحور العين كامثال اللقر وإلا لهم جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأخيبا إلا قيلا سلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وتدحم من مزود وظلم ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إن النار شاءهم إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يشعرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أي دابتنا وكنا طرابا وعظاما أين منا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لمجمون إلى ميقات يوم معدلون ثم إنكم أيها خادرون المكذبون لآكلون من شجر من الزقون فمارئون من البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيم فلا نزلهم يوم والدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبتل أمتالكم والناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزاريون لو نشاء لجعلناه عطابا فغلق تفكهون إن إنا لمغربون بل نحن حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أآتم أغازلتم من المزن أبنى حلم المنزلون لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشترون أفرأيتم النار التي ترون أآتم تنشأت شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع للقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون توزين من رب العالمين أفبهذا الحديث أنت تم مدهدون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا لا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ يتنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجرنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حبيبه وتصرية جهيم إن هذا له حق يقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم وأطيب الوزن بالقصد ولا تخصر الميزان والأرض وزعها للألام فيها فاكهته والنخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من يصرصال لك الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقود منهما المؤلؤما والرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولغ الجبار ينشأت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجود ربكما الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشوار من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا رشقت السباء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يغرف المجرمون بسيماهم فيخذ بالنواصل والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمي مئن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة من زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاسرات الطرف لم يطلثون نيبس قبلهم ولا جال فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن أمر يعقوك والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومنونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا وقعت الراقعة ليسا وقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الجبان بسا فكانت هباء منمثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك اتقربون في جنات النعيم ثلت من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوفوا عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولهم طيرهم مما يستهون وحور العين كأمثال اللقل إن مكون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وترحيم مجرود وظلم ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوات ولا مموات وفرش مرفوع إن النار شأشاهن إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم منه يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أي دابتنا وكنا ترابوا عظاما أينينا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لمجمجعون إلى ميقات يومهم عددون ثم إنكم أيها الغادلون المكذبون لآكلون من شجرهم يمزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم وناشئكم فيما لا تعلمون ولقد أعلمتكم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزاديون لو نشاء نجعلناه حطابا فغلكم تفكهون إنا لمغربون بل حم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تدون أأنتم أن شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع المقوين فسفح بسي ربك عظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلم عظيم إنه لقرآن الكريم في كتاب مكهون لا يمسه إلا المتخرون توزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة العيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حبيبه وتصحية جهيم إن هذا له حق اليقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفع ووزع الميزان ألا تتغوف الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخصر الميزان والأرض وزعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان خلق الإنسان من يصر صال لك الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان مرجع البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يقرد منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان ولو الجبار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان كل من عليها فالي ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فإذا رشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يورف المجرمون بسيماهم فيخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهما من وكل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان متكين على فرش من بطائر ومستبرق واجل الجنتين لدان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطلثون نيوسا قبلهم وناججان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان كأنهم اليعقوت والمرجان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان ومنونه با جنتان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان مدهامتان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهما عينانا فاختان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان لم يطمثوا الليط وصدق قبلهم وناججان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان متكئين على فرف الحذر وبقر الحسان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس لي وقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الحبان بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك قربون في جنة المعين سلتهم من الأولين وقليلهم من الآخرين على سورهم موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم إلا لهم خلدون بأطوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصطعون عنها ولا يروزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كأمثال اللقر إن مكون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأخيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وترحب مدرزود وظلم ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعا إن الله شأشاهم إن إن شاء فجعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحموم لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحفل العظيم وكانوا يقولون أئذ عبدنا وكنا ترابا وعظاما أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لهجهون إلى عيقات يوم مع العدوم ثم إنكم أيها الصادرون نكذبون لآكلون من شجر من مزقون فمارئون منها البطور فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اليم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدن أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبثل أمثالكم والناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزاديون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلكم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أآتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشترون فرأيتم النار التي ترون أآتم أن شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرتهم ومتاعا للنقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا لا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ يتكذرون ونحن حقروا إليهم منكم ولكن تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجرجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إذن كان من المكذبين الطالين فنزل من حبيب وتصنية جهيم إن هذا له حق يقين فسبح بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان أذن لا تتغوف الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحفظ العص والريحان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان خلق الإنسان من يصر صال لك الفخار وخلق الجان من مار جن من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من يخرج منه يخرج منه المؤلؤ والرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولغ الجبار للنشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فالهم ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ الله يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يغرف المجرمون بسيماء فيخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يغرفون بينها وبين حمي من آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف وقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش من بطاء رواب مستبرق وجل جنتين لدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاسرات الطرف لم يطلثه الناس قبلهم لا جنة ولا جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن لهم العقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان فبأي آلاء إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن نونه ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهام 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عين عالما خطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلتوا الليل وصدق فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على وفرف الحزر وبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبارك اسم ربك ذي الجنال وإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليساً وقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجاً وبست الحبال بساً فكانت هباءاً ممثاً وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم سلتهم من الأولين وقديرهم من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوفوا عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يستطعون عنها ولا يريزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كامثال اللقل المقهون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثير ما إلا قيله سلاماً وسلاماً وأصحاب الميمن ما أصحاب الميمن في سدر مخضود وتلحف من مزود وظن ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن النار شأشاهن إن شاء فاجعلناهم أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا ينشرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا تراباً وعصاماً أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لوجعون إلى عميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الغادرون المكذبون لآكلون من شجر من الزقوم فمارئون منها البطور فشارحون عليه من الحميم فشارحون شرف الهيم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبتل أمتالكم والناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلقم تفكهون إننا لمغربون بل لحم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه حطابا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تدون أأنتم أن شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتاعا للنقوين فسفح بسي ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون توزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتكم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ يتنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجرنة العين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أصحاب اليمين فنزل من حبيب وتصنية جحيم إن هذا له حق يقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفع ووضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة ومن نخل ذات الأكمام والحفظ العصر والويحام فبأي آلاء ربك ماتوا ككذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان مرجع البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يخرج منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان ولو الجبار المنشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان كل من عليها فالهم ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصر فلا تنتصران فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فإذا وشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ودعجان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ من نواصر والأقدام فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان ولمن خاف مقام وربه جهنمتان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان متكين على فرش من بطاء رواب مستبرق وجل الجنتين لدان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطلثون نيبس قبلهم وناججان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان كأنهم العقود والمرجان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان ومنونه بجنتان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان مدهام متان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهما عينانا وخطان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان كذبان لم يطلتوا الليل وصدق قبله ولا جان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان متكئين على فرف الحذر وبقر الحسان حسان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فبأي آلاء ربك ذي الجنال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الحبال بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك اقربون في جنات النعيم ثلت من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضون متكين عليها متقابلين يطوف عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يرزعون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا طيرهم مما يشتهون وحور العين كامثال اللقر المكهون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيبا إلا قيلا سلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر من مخضود وترحل من مزود وظلم ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقتوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن الله شاء لهم إن إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحموم لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصرون على الحفرة العظيم وكانوا يقولون إذا عبدنا وكنا طرابا وعظاما فإننا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لهجمون إلى عميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الزادون المكذبون لآكلون من شجر منهم الزقون فمارئون منها البطور فشارحون عليهم من الحميم فشارحون شرب الهيم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدن أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم والناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعون أو أم نحن الزادون لو نشاء نجعلناه حطابا فغلكم تفكهون إن إنا لمغربون بل نحن محرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أآتم أغازلتموه من المزن أبنح المنزلون لو نشاء جعلناه جايا فلولا تشترونا فرأيتم النار التي ترون أآتم تنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتاعا للنقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا لا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون تازل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حين إذن تكذرون ونحن حقروا إليهم منكم ولكن تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون لها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حبيب وتصنية جحيم إن هذا له حق يقين فسبه بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر والسدودان والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحفظ العص وهو يحام فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان خلق خلق الإنسان من يصر خلق الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان مر جلب حين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يخرج منهما المؤلؤ والرجال فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان ولغ الجبار الانشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان كل من عليها فالهم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يسألكم في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يا ماشا الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يرسلوا عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيومين لا يسأل عن ذنبه إنس وناجان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان يرسلوا المجرمون بسماهم فيخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان هذه جنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حهم الآن فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان ولمن خاط مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان فيهما من كل فاكهة من زوجان فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان متكين على فرش من بطاء الله من مستبرخ سفق وجر جنتين قد ماتوا كذبان بطاء الله ماتوا كذبان جريا ربك وطاء الله ماتوا كذبان جريا نحن نحن عبطة الله وربك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن ودونه بجنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عين آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلطوا الناس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على وفرف الحزر وبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبارك اسم ربك ذي الجنال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس وقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الحبال بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك قربون في جنة المعين سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موزونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم إلا لهم خلدون بأطوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يرزون وفاكهتهم مما يتفيرون ولكن طيرهم مما يشتهون وحور العين كامثال اللؤل المكهون جزاء بما كانوا يعملون لا يصعر فيها لغوة ولا تأثيبا إلا قيله سلاما وسلاما وأصحاب الميمن ما أصحاب الميمن في سدرهم مخضود وترحبهم مخضود وظلمهم ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن الله نشأشاهن إن شاء فاجعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثرة من الأولين وأصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلمهم يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا ينشغون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أيها ابتنا وكنا ترابوا وعصابا أين إنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لحجبون إلى عميقات يوم معدلون ثم إنكم أيها الضادرون نكذبون لآكلون من شجر منه الزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيم فلا ننزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم واناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلكم تفكهون إنا لمغربون بل حم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أبنح المنزلون لو نشاء جعلناه جالا فلولا تشترون فرأيتم النار التي تدون أأنتم تنشأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتعل المقوين فسفح بسر ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكهون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتكم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن كاتب سرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أطوالين فنزل من حبيبه وتصرية جحيم إن هذا له حق يقين فسبح بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفعها ووزع الميزان لا تطغو في الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخصر الميزان والأرض وزعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحفظ العصد والريحان فبأي آلاء ربكم آتوا ككذبان خلق الإنسان من يصر صال لك الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربكم آتوا ككذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يقرد منهما الوؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ولو الجبار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان كل من عليها خالي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يسألكما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تتنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يرسل عليكم ماشواظ من نار ونحاصر فلا تنتصران فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردتك الدهان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يعرف المجرمون بسماعهم فيأخذهم النواصر والأقدام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ولمن خاف وقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما من وكل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان مدكين 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 على فرش من بطاء وعام مستبرق وجن جنتين دان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان كأنه من يعقوت والمرجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ومن ودونه بجنتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان مدهام متان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما عين آنوا خطان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان لم يطلطوا الليل صدق فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان من يطلطوا كذبان من يطلطوا كذبان يمسا فكانت هباء من ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك قربون في جنات النعيم ثلتهم من الأولين وقديرهم من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوفوا عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يرزكون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كامثال اللقل المكون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثير ما إلا قيله سلاما وسلاما وأصحاب الميمن ما أصحاب الميمن في سدر مخضود وترحل من مزود وظلم ممدود وبمائن مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن النار أشأ لهم إن إن شاء فاجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الآخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك القرفين وكانوا يصيرون على الحفل العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا طرابا وعصاما أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لوجعون إلى عميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الصادرون نكذبون لآكلون من شجر منه الزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيم فلا نزلهم يوم الدين ناحا خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن فترنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبثل أمتالكم والناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو لشاء لجعلناه حطاما فغلكم تفكهون إننا لمغربون بل لحهم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشترون فرأيتم النار التي ترون أأنتم أن شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جهدناها تذكرة ومتاع للنقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أفوالين فنزل من حبيبهم وتصرية جحيم إن هذا له حق يقين فسبه بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجع يسددان والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيم الوزن بالقصن ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من يصر صال لقى الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقود منهما المؤلؤما والرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبار ينشأت في البحر كالأعنا فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فال ويبقى وجود ربك والجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ماشر يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تتنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا يرسلوا عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا المجرمون بسيماهم فيخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمي مئن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جننتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين متكين على فرش بطائن وام مستبرق وجن جنتين ندان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاسرة الطرف لم يطلسوا النمس قبلهم وناججان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن أم العقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن نونه بجنتان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينانا وخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلطون النيس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس لوقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الجبان بسا فكانت هباء منمثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم ثلاثا من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوفوا عليهم ولانهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يشتغون وحور العين كأمثال اللقل إن مقهون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيلا سلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وترحل من أزود وظلم ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إن النار وشأهم إن إن شاء فاجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الآخين وأصحاب الشمال أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك وطرفين وكانوا يصيرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذا عبتنا وكنا ترابوا عظاما أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إن إن الأولين والآخرين لمجهون إلى عميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الزادرون نكذبون لآكلون من شجر من مزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم فلا نزلهم يوم الدين ناحا خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن فترنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم والناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلقم تفكهون إننا لمغربون بل نحن حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جايا فلولا تشترون فرأيتم النار التي ترون أأنتم أن شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتاعا للنقوين فسفح بسي ربك عظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أفوالين فنزل من حبيب وتصرية جحيم إن هذا له حق يقين فسبح بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن ما معلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفع ووضع الميزان لا تتغوف الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحفظ العص والريحان فبأي آلاء ربك ماتوا ككذبان خلق الإنسان من يصر صال لقى الفخار وخلق الجان من نار جن من نار فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرجع البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما المؤلؤ والرجال فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولغ الجبار الانشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان كل من عليها فارغ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسأل ما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربك ما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يا ماشا الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسل عليكم أشواء ظن من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربك ما تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يورف المجرمون بسيماهم فيخضهم النواصي والأقدام فبأي آلاء ربك ما تكذبان هذه هذه جنة التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ذواتا ذواتا أفلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما من من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متكين على فرش من بطا ومشتبان 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 فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطلسوا النئس قبلهم ولا جدان فبأي آلاء ربك ما تكذبان كأن لهم العقود والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان خالجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ومن منونه بجنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان مدهام فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثوا النيس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على أغفر في الحذرين وبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس وقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبان بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك اقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتفيرون ولحن طيرهم مما يستهون وحور العين كامثال اللقل المطمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثير إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وتكحر مرزود وظلم ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إن النار أشأ لهم إن إن شاء فاجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الآخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحموم لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحفظ العظيم وكانوا يقولون أي ذابتنا وكنا ترابوا وعصاما فإننا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لما جمعون إلى عميقات يوم معدلون ثم إنكم أيها الغادرون لنكذبون لآكلون من شجر من يزقون فمارئون منها البطور فشارفون عليه من الحميم فشارفون شرب الجيم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبثل أمثالكم والناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلكم تفكهون إن إنا لمغربون بل حم حهمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشترون فرأيتم النار التي تدون أأنتم تنشأت شجرتها أم نحن المنشئون نحن جهدناها تذكرة ومتاع المقوين فسفح بسي ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلمون عظيم إنه لقرآن الكريم في كتاب مكهون لا يمسه إلا المتخرون توزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتكم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحرقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولا كلكا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أفضلين فنسل من حبيبه وتصرية جهيم إن هذا له حق يقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفعا ووضع الميزان لا تتغوف الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من يصرصال لك الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجع البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقرد منهما يقرد منهما المؤلؤما والرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولغ الجبار الانشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فالهم ويبقى وجود ربكما الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألكما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا رشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل المجرمون بسماهم فيخذ بالنواصل والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائرها من مستبرق وجل الجنتين لدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاسرات الطرف لم يطلثون نيوس قبلهم وناجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم اليعقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومنونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان وخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلسوا الناس قبلهم وناجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على أفرف الحزر وبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم وإلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يستعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كأمثال اللقل إن مطمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيلهم سلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدرهم مخضود وترحيهم مخضود وظلمهم ممدود ومائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوات ولا مموات وفرش مرفوع إن الله أشأهم إن إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشبار في أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا طرابا وعصاما أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لمجمعون إلى عميقات يوم مع العدوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر منهم وزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم هلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبتل أمثالكم وانشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتكم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلقم تفكهون إنا لمغربون بل حلم حرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أآتم أغازلتموه من المزن أبنى حلم المنزلون لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تؤون أآتم تنشأت شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع المقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المتخرون تازل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنت كنتم مدهدون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة العيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أطوالين فنزل من حبيبه وتصرية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجع يسددان والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يقرج منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ولو الجبار المنشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان كل من عليها فالين ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يا ماشا الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقرار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة كذبان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيومين لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يعرف المجرمون بسماعهم فيؤخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ولمن خاف مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان متكين على خرش بطاء الله من مستبرق وجل الجنتين لدان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان 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 ومن نونه با جنتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان لم يطلسوا اللي ناس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان متكئين على وفرف الحذر وبقر الحسان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فبأي آلاء تبارك اسم ربك ذي الجنال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا وَقَعْتِ الْرَّاقِعَةُ إِذَا وَقَعْتِهَا كَالِبَةُ خَافِلَةُ طَافِعَةُ إِذَا رُجَّتِ الْأَرُضُ رَجْعُوا وَبُسَّتِ الْجِبَانُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُمَّثًا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ أُولَئِكَ اَقْرَّبُونَ في جَنَّاتٍ النَّعِيمٍ سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوف عليه الولانهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصطعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كامثال اللقل المطمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيله سلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وترحيم مخضود وظلم ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوات ولا مموات وفرش مرفوعا إن الله نشأ لهم إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الآخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا طرابا وعصاما أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لحجعون إلى عميقات يوم مع العدوم ثم إنكم أيها الغادرون المكذبون لآكلون من شجر منه الزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين ناحا خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبتل أمثالكم وناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتكم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء نجعلناه حطابا فغلكم تفكهون إنا لمغربون بل حم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أآتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشترون فرأيتم النار التي تؤون أآتم أن شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع المقوين فسفح باسم ربك عظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المتخرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحرقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة العيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين وطالين فنزل من حبيبه وتصرية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأطيب الوزن بالقصد ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان خلق الإنسان من المعرج من النار فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولو الجبار منشأت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربك ما تكذبان كل من عليها فالي ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربك ما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصر فلا تنتصران فبأي آلاء ربك ما تكذبان فإذا شقت السباو فكانت وردتك الدهان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسل المجرمون بسيماهم فيخذ من نواصر والأقدام فبأي آلاء ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ذوات أفلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متكين على فرش بطاء الله من مستبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان كأنه من العقود والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان كأنه من العقود والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان 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 ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم ثلت من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوفوا عليهم ولانهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يرزقون وفاكهتهم مما يتخيرون ولحب طيرهم مما يشتهون وحور العين كامثال اللقل إن مكون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وترحل من مزود وظلم ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعا إن الله شاءهم إن إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك وطرفين وكانوا ينصرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أي دابتنا وكنا ترابوا وعظاما أي منا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لما جمعون إلى عميقات يوم معدلون ثم إنكم أيها الغادرون المكذبون لآكلون من شجر من يزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقونكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وانشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم من نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزاريون لو نشاء نجعلناه حطابا فغلكم تفكهون إننا لمغربون بل حم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أبنح المنزلون لو نشاء أجعلناه جايا فلولا تشترون فرأيتم النار التي تورون أآتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنقوين فسفح بسي ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون توزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أفوالين فنزله من حبيبه وتصنية جحيم إن هذا له حق يقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسدودان بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفع ووضع الميزان لا تتغوف الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحفظ العصي وهو أيحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من يصرصال لقى الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجع البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقرج منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجبار الانشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فارغ ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ما شهر الجن والإنس استطعتم أن تتنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومين لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش من بطاء وآمن بستبرق وجل جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنه من العقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومنونه بجنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عين آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثوا الليل وصد قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا وقعت الباقعة ليس لوقعتها كاذبة خافلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الحبال بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك اقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يرزعون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يشتهون وحور العين كأمثال اللقر وإلا لهم جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وترحل مكنزود وظلم ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعا إن الله نشأ لهم إن إن شاء فجعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الآخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحموم لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا ترابا وعظاما أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لهجعون إلى ميقات يوم مع العدوم ثم إنكم أيها الصادرون المكذبون لآكلون من شجر منهم الزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم فلا نزلهم يوم الدين ناحا خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبثل أبتالكم وناشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ أَعْلِمْ وَلَقَدْ أَعْلِمْ أَفَرَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَآتُمْ أَغَازَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَبْنَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشترون فرأيتم النار التي ترون أآتم تنشأت شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتعل المقوين فسفح بسم ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المتخرون تازيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن كاتب صرون فلولا إذا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حبيب وتصنية جهيم إن هذا له حق يقين فسبح بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغو في الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وزعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكم آتوا ككذبان خلق الجانب من معرج من النار فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يخرج منهما الوؤلؤما والرجال فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ولو الجبار الانشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان كل من عليها فالهم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يسألكما في السماوات والأرض كل يوم منه وفي شأن فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يا ماشا الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يرسل عليكم آتوا كذبان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردتك الدهان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يرسل عليكم آتوا كذبان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آتوا كذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان متكين على فرش من بطاء الله من مستبرق وجلت جنتين ذان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما قاسرات الطرف لم يطلسوا النين وصل قبلهم ولا ججان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان كأنه من يعقوت والمرجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان هل جزاء الإحسان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ومن ودونه ما جنتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان 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 متكئين على فرف الحزر وبقر الحسان فبأي آناء ربكما تتذبان فبارك اسم ربك ذي الجنال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليسا وقعتها كاذبة خافلة خافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الحبار بسا فكانت هباء منمثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكئين عليها متقابلين يطوفوا عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يستطعون عنها ولا يريزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كأمثال اللقل المطهون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثير ما إلا قيله سلاما وسلاما وأصحاب الميمن ما أصحاب الميمن في سدر مخضود وتكحر من مزود وظن ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن النار شأشاهن إن شاء فاجعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الآخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظل منه يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا ينشرون على الحرمس العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا ترابوا وعظاما أئذننا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لوجعون إلى عميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الصادرون المكذبون لآكلون من شجر منه الزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن فترنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبثل أمثالكم وناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلقم تفكهون إننا لمغربون بل حم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أآتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه حطابا فلولا تشترون فرأيتم النار التي تدون أآتم أن شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتاعا للنقوين فسفح بسر ربك عظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخسم أو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتكم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجدنة العين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين من أصحاب اليمين فنزل من حبيب وتصنية جهيم إن هذا له حق يقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجو يسددان والسماء رفعا ووضع الميزان لا تتغوف الميزان وأطيم الوزن بالمقصن ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة ومن نخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من يصر صال وقال فخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما المؤلؤ والرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجبار المنشآت في البحر كالآلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فارغ ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تتنفذوا من أقرار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السباو فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل المجرمون بسماهم فيخذ بالنواصل والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حكم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائرها من مستبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاسرات الطرف لم يطلسوا النمص قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم اليعقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن ودونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان وخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خطان حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلطوا الليل وصد قبلهم وناجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان متكئين على وفرف الحزر وبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الحبان بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك قربون في جنة المعيم سلط من الأولين وقليل من الآخرين على سورهم موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليه الولانهم خلدون بأطوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يرزقون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كأمثال اللقر المكون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدرهم مخضود وترحفهم مرزود وظنهم ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إن النار وشأ لهم إن إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الآخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا ترابوا وعصاما أئلنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لوجعون إلى عميقات يوم مع العدوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من يزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيم هذا نزل يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدن أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم وناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتكم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نجعلناه حطابا فغلكم تفكهون إننا لمغربون بل نحن محرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أبنح المنزلون لو نشاء جعلناه جايا فلولا تشترونا فرأيتم النار التي ترون أآتم أنشأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ يتكذرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أصحاب اليمين فنزل من حبيب وتصنية جهيم إن هذا له حق يقين فسبح بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسدودان والسماء رفعا ووزع الميزان لا تتغوف الميزان وأطيم الوزن بالقصن ولا تخصر الميزان والأرض وزعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان خلق الإنسان من يصر صالدك الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربك ماتك كذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ماتك كذبان مرجع البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان يخرج منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان ولو الجبار المنشأت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربك ماتك كذبان كل من عليها فالهم ويبقى وجه ربك كذب جلال والإكرام فبأي آلاء ربك ماتك كذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربك ماتك كذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربك ماتك كذبان فإذا شقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان يورف المجرمون بسيماهم فيأخذ من نواصر الأقدام فبأي آلاء ربك ماتك كذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربك ماتك كذبان ولمن خاف مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان متكين على خرش من بطاء وماتك كذبان واجل الجنتين دان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان 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 ومن نونه بجنتان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان مدهامتان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان فيهما عينان من خطان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربك ماتك كذبان فبأي آلاء ربك ماتك كذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس لوقعتها كاذبة خافلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الجبان بسا فكانت هباء منهم مثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك اقربون في جنات النعيم سلطة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم وإلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يستطعون عنها ولا يرزقون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كامثال اللقل إن مكمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وترحل مخضود وظلم ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إن النار وشأ لهم إن إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا ينشرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذا عبتنا وكنا طرابا وعصاما أئلنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لو جمعون إلى عميقات يوم معلون ثم إنكم أيها الغالون المكذبون لآكلون من شجر من يزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم واناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتكم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلكم تفكهون إننا لمغربون بل حم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أبنح المنزلون لو نشاء لجعلناه جايا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم تنشأت شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتاعا للنقوين فسفح بسي ربك عظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون تازيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتتم دهدون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة العين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أفوالين فنزل من حبيبه وتصرية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفع ووضع الميزان لا تتغوف الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من يصرصال لك الفخار وخلق الجان من نار جن من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقرد منهما يقرد منهما المؤلؤما والرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجبار الانشآت في البحر كالأعنان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فارغ ويبقى وجه ربكذ الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألكما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواء ظن من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردتك الدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماعهم فيخذهم النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش من بطاء ومن مستبرق وجل جنتين لدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاسرات الطرف لم يطلسوا النعم قبلهم ولا جهدان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم اليعقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلسوا النعم قبلهم ولا جهدان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على وفرف الحذرين وبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبارك اسم ربك ذي الجنال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الباقعة ليس لوقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الحبال بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم سلتهم من الأولين وقليلهم من الآخرين على سرهم موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا خيرهم مما يستهون وحور العين كامثال اللقر المطمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثير إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وتكحر مرزود وظلم ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن النار وشأ لهم إن إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحموم لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يصيرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أي ذا عبتنا وكنا ترابا وعصابا أين إنا لمرعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لمجمعون إلى عميقات يوم مع العلوم ثم إنكم أيها الغادرون المكذبون لآكلون من شجر من يزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبتل أمتالكم والناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو لشاء لجعلناه حطاما فغلكم تفكهون إننا لمغرمون بل نحن حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أبنح المنزلون لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشترون أفرأيتم النار التي تدون أأنتم تنشأت شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرتا ومتاعا للنقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا لا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتظم دهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحرقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجدنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أصحاب اليمين فنزل من حبيبه وتصنية جهيم إن هذا له حق يقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجع يسددان والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيم الوزن بالقصن ولا تخصر الميزان والأرض وظهار الألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقرج منهما المؤلؤ والرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان ورغ الجبار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فالي ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألكما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تتنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشوار من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يغرف المجرمون بسلطان فيخذ بالنواصل والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حبيبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاسرة الطرف لم يطلسوا النيل فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرف الحزر وبقر الحسان فبأي آناء ربكما تتذبان تبارك اسم ربك ذي الجنال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس وقعتها كاذبة خافلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الحبال بسا فكانت هباء منمثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك اقربون في جنة المعين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يذوزون وفاكهة من ما يتخيرون ولحن طير من ما يستهون وحور العين كأمثال اللقل إن مطلون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وتكحر مخضود وظلم ممدود ومائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن النار شألهم إن إن شاء فاجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا ينشرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا طرابا وعصاما أي لنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لا مجمعون إلى عميقات يوم معدلون ثم إنكم أيها الغادرون لنكذبون لآكلون من شجر منهم وزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيم ألا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن فترنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبثل أمثالكم وناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء لجعلناه عطابا فغلق تفكهون إننا لمغربون بل حم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جالا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي ترون أأنتم تنشأت شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتكم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجرنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أفضلين فنزله من حبيبه وتصرية جهيم إن هذا له حق يقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجو يسددان والسماء رفع ووضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما المؤلؤ والرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجبار المنشآت في البحر كالآلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فال ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ماشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصر فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردتك الدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصل والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمي الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة من زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنه من العقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلسوا الليل وصد قبلهم وناجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان مدهامتان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس وقعتها كاذبة خاصة طافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الحبان بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك اتقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موزونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يروزون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طيرهم مما يشتهون وحور العين كأمثال اللقر المكون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وترحب مدرزود وظلم ممدود وبمائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعا إن الله شأشاهن إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم من يحمل لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا ينصرون على الحفل العظيم وكانوا يقولون أي دابتنا وكنا ترابوا عظاما أينينا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لهجمون إلى عميقات يوم معدلون ثم إنكم أيها الزادون المكذبون لآكلون من شجر من يزقون فمارئون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تدن أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبثل أمتالكم واناشئكم فيما لا تعلمون ولقد تعلمتكم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتكم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزادرون لو نشاء لجعلناه حطاما فغلكم تفكهون إنا لمغرمون بل لحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أآتم أغازلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشترون أفرأيتم النار التي ترون أآتم تنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنقوين فسفح باسم ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلمون عظيم إن إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المتخرون فوزين من رب العالمين أفبهذا الحديث أنت مذهبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حين إذن تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة العين وأما إذن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إذن كان من المكذبين أطوالين فنزل من حبيب وتصنية جهيم إن هذا له حق يقين فسبه بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجع يسددان والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصن ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة ومن نخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من يصرصال لقى الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقرج منهما المؤلؤما والرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان ورغ الجبار من شاءت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجود ربكما الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألكما في السماوات والأرض كل يوم وفي شاءت فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والمنس استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيخذ بالنواصل والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة يا زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش من بطاء الله من مستبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن أمر يعقوك والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن نونه بجنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عين آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلسوا النيس قبلهم ولا جان فبأي آناء ربكما تكذبان متكئين على وفرف الحزر وبقر الحسان فبأي آناء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجنال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس لوقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الحبال بسا فكانت هباء منمثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصطعون عنها ولا يذوزون وفاكهتهم مما يتخيرون ولا طيرهم مما يستهون وحور العين كامثال اللقل المطهون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيرما إلا قيله سلاما وسلاما وأصحاب الميمن ما أصحاب الميمن في سدر مخضود وتكحر من مزود وظلم ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوات ولا مموات وفرش مرفوع إن النار شأشاهن إن شاء فجعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا ينشرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أي ذا عبتنا وكنا طرابا وعظاما أين منا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لو جمعون إلى عميقات يوم معدلون ثم إنكم أيها الزادرون المكذبون لآكلون من شجر منه الزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبتل أمثالكم وناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادرون لو نشاء لجعلناه حطاما فغلقم تفكهون إننا لمغربون بل حم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أآتم أغازلتموه من المزن أبنى حلم المنزلون لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشترون فرأيتم النار التي تدون أآتم تنشأت شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتاعا للنقوين فسفح بسم ربك عظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخسم أو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب من مكون لا يمسه إلا المتخرون تازل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتب المدهدون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ يتنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة معين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أصحاب اليمين فنزل من حبيب وتصرية جهيم إن هذا له حق اليقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من يصرصال لقى الفخار وخلق الجان من معرج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقرد منهما لقى فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجبار من شآت في البحر كالأعنان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها خالي ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تتنفذوا من أقرار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصر فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومين لا يسأل عن ذنبه إنس والعجال فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذهم النواصر والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حكم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائرها من مستبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاسرات الطرف لم يطلسوا ولمن خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم اليعقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن ودونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان وخصان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلتوا الليل وصدق قبلهم وناجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك اقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكين عليها متقابلين يطوفوا عليهم إلا لهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يذوزكون وفاكهتهم مما يتخيرون ولهم طيرهم مما يشتهون وحور العين كامثال اللقل المقهون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر المخضود وترحم من مزود وظلم ممدود ومائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن النار شأشاهن إن شاء فاجعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم منه يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا يصيرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذا عبتنا وكنا طرابا وعظاما أئلنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لمجهون إلى عميقات يوم عددون ثم إنكم أيها الزادون المكذبون لآكلون من شجر من مزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليهم من الحميم فشارعون شرب الدين فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن خدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم والناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادون لو نشاء لجعلناه حطابا فغلقم تفكهون إن إنا لمغربون بل حم حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزن أبنح المنزلون لو نشاء جعلناه جايا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي ترون أآتم أنشأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين فسفح بسر ربك العظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المتخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إذن كان من المكذبين أطوالين فنزل من حبيب وتصرية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبه باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجع والنجم والشجع يسددان والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأطيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصر والريحان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يقرج منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ولو الجبار من شاءت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان كل من عليها فال ويبقى وجود ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يا ماشا يا ماشا الجن والإنس استطعتم أن تتنفذوا من أقرار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاصل فلا تنتصران فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فإذا وشقت السباء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ذنبه إنس والعجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان يورف المجرمون بسيماهم فيأخذهم النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حكم الآن فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ولمن خاف مقام ربه جهنتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان متكين على خرش بطاء رواب مستبرق وجل الجنتين لدان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطلثوا النيمس قبلهم ولا ججان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان كأن من العقود والمرجان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان ومن نونه بجنتان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان مدهان متان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما عينان الظخطان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكم آتوا كذبان حور وقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلطوا الليل وصدق قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرف الحزر وبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لي وقعتها كاذبة خافلة طافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الحبال بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور الموضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم إلا أنهم خلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصدعون عنها ولا يرزقون وفاكهتهم مما يتفيرون ولحم طيرهم مما يشتهون وحور العين كأمثال اللقل إن مكون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر المخضود وترحب المخضود وظلم ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إن النار شاءهم إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظلم يحمون لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك الطرفين وكانوا ينصرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أَيْذَا بِتْنَا وَكُنَّا تُرْبَوْ وَعِظَامًا أَيْلِنَّا لَمَرْعُوثُونَ أَوَا أَبَاءُ الأَوَّلُونَ قُلْ إِذِنَّ الأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَوَجْمُونَ إلى عِيقَاتِ يَوْمْ عَلُدُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهُ أَوَادُونَ فَلْنُّكَذِّبُونَ لَآكلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ مِنْ زَقُونَ فَمَالِئُونَ مِنْ هَالْبُطُونَ فَشَارِعُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرُبَ الْهِيمِ هَلَا نَزُلُونَ يَوْمَ الدِّينِ نَاحَا خَلَقُنَاتُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ وَلَوْمَاتُمْ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَاحَا خَالِقُونَ نَاحَا خَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَاحَا بِمَسْبُوقِينَ عَلَا أَنْ نُبَذِّلَ أَمْتَالَكُمْ وَالنَّاشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرْأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَاحْرُزَادِونَ لَوْنَشَاءُ نَجْعَلْنَاهُ عُطَابًا فَغَلْكُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمْ غَرَمُونَ بَلَّحَمَ حَرَمُونَ أَفَرْأَيْتُمْ مَا الَّذِي تَشْرَبُونَ أَآتُمْ أَغَزَلْتُمُهُ مِنَ الْمُزْنِ أَبْنَحَمُ الْمُنْزِلُونَ لَوْنَشَاءُ جَعِلْنَاهُ جَعًا فَلَوْنَا تَشْتُرُونَ فَرَيْتُمْ الْنَّارَ الَّتِي تُرُونَ أَآتُمْ أَنْشَأَتُمْ شَجَرَتَهَا أَبْنَحَمُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهُ تَذِكِرَتَهُ وَمَتَاعًا لِلْمُقُوبِينَ فَسَفِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ عَظِيمٌ فَلَا أُقْسِيمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَخَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكُهُونِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَخَّرُونَ تَوْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدِهِنُونَ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَدَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِنَئِذِنَ تَنَّذُرُونَ وَنَحَنْ حَقَرَوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلْكَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِيلِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمُ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ أَصْوَالِينَ فَنُسُلُهُ مِنْ حَبِيبٍ وَتَصْرِيَةُ جَحِيمٍ إن هذا له حق يقين فَسَبِّهْ بِسْمِ رَبِّكَ عَظِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسددان وَالْسَمَاءَ رَفَحَا وَوَزْعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطَغَوْفِ الْمِيزَانِ وَأَطِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِصْنِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَزْعَهَا لِلْأَلَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخُلُ ذَأَتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَفُظُ الْعَصِّ وَالْغَيْحَانُ فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَ آتُوا كَكَذِبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ يُصَرْصَالٍ لِكَ الْفَخَارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَعْرِجٍ مِنْ نَارَ فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَ آتُوا كَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَ آتُوا كَذِّبَانِ مَرَجَى الْبَحَرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَقٌ لَعْيَبُغِيَانِ فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَ آتُوا كَذِّبَانِ يَقْرُجُ مِنْهُمَ الْمُؤْلُؤُمَ الْمَرْجَانُ فَبَأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَ آتُوا كَذِّبَانِ وَلَغُ الْجَبَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحَرِ كَالْأَعْلَاءِ فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَ آتُوا كَالْقِبَانِ كلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَعَلِهُمْ وَيَبْقَى وَجُوَى رَبِّكَ ذُوا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبَأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَ آتُوا كَالْقِبَانِ يَسْأَلُهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قُلْ يَوْمٍ وَفِي شَأْنَ فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَ آتُوا كَالْقِبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ الْتَقَلَانِ فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَ آتُوا كَالْقِبَانِ يَا مَعْشَهَ الْهِنِّ وَالْإِنْسِنِ إِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُظُوا مِنْ أَقْبَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُظُوا لا تَنْفُظُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَ آتُوا كَالْقِبَانِ يُرَسَلُ عَلَيْكُمَ أَشْوَازٌ مِّنْ نَارِ وَنُحَاسُلْهُ فَلَا تَنْتَصِرُونَ فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَ آتُوا كَالْقِبَانِ فَإِذَا وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَالَتْ وَرْضَتَكَ الدِّهَانِ فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَ آتُوا كَالْقِبَانِ فَيَوْمَ إِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَعْجَانِ فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَ آتُوا كَالْقِبَانِ يُرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُخَذُ بِهِ النَّوَاصِيُ وَالْأَقْدَامِ فبأي آناء ربكما تكذبان هذه جنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آناء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آناء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آناء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آناء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة من زوجان فبأي آناء ربكما تكذبان متكين على فرش من بطائرها من مستبرق وجل جل نتين دان فبأي آناء ربكما تكذبان فيهما قاسرات الطرف لم يطلسوا النعمة قبلهم ولا جلجان فبأي آناء ربكما تكذبان كأنه من العقود والمرجان فبأي آناء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آناء ربكما تكذبان ومن ودونهما جنتان فبأي آناء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آناء ربكما تكذبان فيهما عينان وخطان فبأي آناء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آناء ربكما تكذبان فيهما خطان حسان فبأي آناء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آناء ربكما تكذبان لم يطلطوا الليل وصد قبلهم وناجان فبأي آناء ربكما تكذبان مدهامتان متكئين على وفرف الحزر وبقر الحسان فبأي آناء ربكما تكذبان فبأي آناء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الراقعة ليس وقعتها كاذبة خاصلة طافعة إذا رجت الأرض رجوا وبست الجبان بسا فكانت هباء منهم مثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك يقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليه الولان ومخلدون بأكوابهم وأباريق وكأسهم من معين لا يصطعون عنها ولا يرزكون وفاكهة من ما يتخيرون ولا خير من ما يستهون وحور العين كأمثال اللقل المطهون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأخيبا إلا قيله سلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وتكحر مجرود وظن ممدود وممائم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوات ولا مموات وفرش مرفوع إن النار وشأ لهم إن إن شاء فجعلهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلتهم من الأولين وثلتهم من الأخين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظل من يحمل لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك وكانوا يصرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أئذ عبتنا وكنا طرابا وعصاما أئذنا لمبعوثون أو آباء الأولون قل إذن الأولين والآخرين لحجعون إلى عميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الصادرون نكذبون لآكلون من شجر منه وزقون فمارئون منها البطور فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب اليم فلا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن فترنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبثل أمثالكم وناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة المولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فغلق تفكهون إننا لمغربون بل نحن حرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أغازلتموه من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جانا فلولا تشترون فرأيتم النار التي تدون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتاع المقوين فسفح باسم ربك عظيم فلا أقسيم بمواقع النجوم وإنه لخصم أو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدغت الحرقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن حقروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين فنزل من حبيبهم وتصرية جهيم إن هذا له